بزي ما حرك قلت هل عندك هل اي حد عنده شك انه وزارة التربية والتعليم عارفة كويس قوي ومستمع المشاكل لا طبعا ما عندنا الشك في ده الاولويات بقى ماشيين فيها ازاي؟ خلاص بقل المناهج اتكلمنا فيها مناهج التدريبات التدريب هيئة الابنية شغالة في الابنية تغذية الاطفال شغالين فيها يعني العناصر المنظومة كلها فيها شغل طيب لما ييجي دلوقتي ولا ايه امر او اي حد يقول لحضرتك يا دكتور رضا الطفل اللي ممكن يبقى بيعدي من فوق طرعة عشان يوصل لمدرسته بيمشي اتنين كيلو على رجله وعنده ست اخوات في البيت ومش هو بس اللي في التعليم يعني مشاكل بقى كتير اوي اقتصادية وكده هتديره تابلت لا احنا نتكلم على طالب سنوية عام اولى سنوية ده بقى ده ده فيها مشكلة التابلت للصف الاول السنوي فقط وليس لكيجي ولا اقول ابتدائي ولا الكلام لخلص اولى سنوي بس التابلت انا بقولها هو تاني التابلت للصف الاول الثانوي وعايز اقول التابلت وسيلة وده كلام لسه منزلين الخطاب سيادة الوزير موقعه امس بيقول ايه بقى سنة اولى سنوية هذا العام هي سنة لا تضاف درجاتها للسنوية العام يعني اولى سنوية هذا العام اللي هياخده التابلت اللي هياخده التابلت مدرجاتها ملهاش علاقة خالص بمجموعه في السنوية العام طالب حيمتحن امتحنين بس عشان اوضح الكلام ده جدا في نهاية الفصل الدراسي الأول في كل مادة متحنين مرتين بينهم فاصل زمني وناخد أعلاهم في الفصل الدراسي الأول مش مجموهم أعلاهم أعلاهم وبالتالي يبقى أنا عندي أريحية وأنا بشتغل وده دايما في التقييم يقوله كده من الفرصة الوحيدة إلى الفرصة المتعددة يبقى أنا أعارف أنه عندي فرصة كمان في الفصل الدراسي التاني همتحن كمان مرتين في مين في بقى درساه الطالب في الفصل الدراسي التاني عشان الكلام ده كلام عليه لغة وأنا كدبه عندي المناهج الممتدة يعني إيه مناهج الممتدة إحنا زمان كان الطالب بياخد الكيميا مثلا الكيميا أربع فصول كان يخلصها في الفصل الدراسي الأول وما ياخدش فيزياء ييجي في الفصل الدراسي التاني يدرس فيزياء ويخلص الكيميا فده علمية من السليم الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة فبقى الكتاب بتاع الكيميا بدل ما هواخد اربع فصول في الفصل الدراسي الاول هياخد فصلين اتنين بس معنا حضرتك بس عشان الكلام ده يبقى واضح للناس بدل ما كان بياخد بدل ما بياخد الكتاب كله كتاب كله بقى الكتاب على مدار الفصلين فبقت كل المواد العليع على مدار الفصلين نقف هنا بقى وقف همتحنوا في الفصل الدراسي الاول في الوحدتين اللي درسهم بس حلو في الفصل الدراسي التاني بقى في الفصل الدراسي همتحن اول وحدتين لا برافو عليك لا ده سؤال لازم يوصل همتحنوا في الفصل الدراسي الثاني في الوحدتين بتوع الفصل الدراسي الثاني ماخدبال حضرتك هيجيلي سؤال طيب طالب طالب جمعتله درجة الفصل الدراسي الاول على درجة الفصل الدراسي الثاني طلع تقلم من النص هنعمل ايه لا باقن للعادة باقن للعادة بس عشان واضح هايقول لك وفيين الدور التاني من عملتلك في الدور الاول اديتك فرصتين مرتين وديتك في الفصل الدراسي التاني مرتين وبينهم فاصل زمني يبقى كده اربع فرص يبقى اربع فرص اربع فرص اتنين في الفصل الدراسي الاول واثنين في الفصل الدراسي الايه التاني التاني معايا حضرتك وبالتالي لو جمعنا دول على بعض وما جابوش الخمسين في المية كده كأن الطالب باقن للعادة لهذا العام لكن فيه لما عندما تتطبق منظومة السنوات العامة الجديدة الموضوع مختلف لما القانون يتغير ونقبع عندي أول سنة وحاخد منها 20% تانية سنة وحاخد منها 40% تالتة سنة وحاخد منها 40% أضحهم في حصالة الطالب